اشتركوا في القناة 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 في السؤال دام يتكرر أيضا أسباب النوبة القلبية دكتورة شو السبب كيف أقدر أحمي نفسي من إصابة النوبة القلبية بممكن ما نمنع نفسنا من الإصابة أمنية بالمية ولكن نقدر نحمي نفسنا كيف تستوي نوبة القلبية طبعا لما يستوي إنسدان لأحد الشرايين هو شريان التاجي الرئيسي هو بسبب تراكم الكوليسترول فيه وبالتالي ينسد المجرى الدموي اللي يغذي القلب وبالتالي تحدث النوبة القلبية طبعا أول أسباب هي الإصابة بأحد الأمراض خصوصا السكري وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم اللي هم الثلاثي لدم نحن نتكلم عنهم ارتفاع الكوليسترول طبعا النوبات القلبية أو انسداد الشريان يكون بسبب تراكم الكوليسترول والسكري لأن السكر نفسه ممكن يسوي تهديد لعضلة القلب وارتفاع ضغط الدم إلى يضر الأوعية الدموية يسوي بعض التغييرات في جدران الأوعية الدموية بالتالي يستوي تراكم الكوليسترول عليها أسهل بالتالي يعرضكم للإصابة بالنوبة القلبية طبعا هناك التاريخ العائلي، التدخين، زيادة الوزن، التوتر وإرهاق المستمر كل هالعوامل تسلم في الإصابة بالنوبة القلبية احنا حين ان شاء الله رح نطلع فاصل بعد الفاصل ان شاء الله عندنا موضوع مهم فابقوا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة شو اسم البرنامج؟ صحة وسعادة مو بالبث المباشر حليلها أم خليفة لين حين تقول؟ دكتورة لين حين تصمع البث المباشر؟ يا جماعة بث المباشر خلص خلوا فرصة عشان مستمعين صحة وسعادة وانتوا استمعوا صحة وسعادة يعني تصلوا شاركوا في صحة وسعادة باشر الصبح ردوا شاركوا في البث المباشر بس بث المباشر خلص فذكرك بس برقامة التواصل عشان تتواصلهم مع الصحة وسعادة على 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبيع على الإنستجرام أحب نتكلم عن موضوع الجميل أنتم مثلما تشفتوا أنه في الفترة الأخيرة نحاول يكون عندنا خصائيات تغذية كل يوم تتكلم نصايح سواء كانوا عن المدارس وإجبات الصحية تغذية الأطفال تغذية الأمراض المعينة مثل الزهامر وغيرة اليوم عندنا خصائية تغذية تتكلم عن العناية بكبار السن نقدم رسائل توعوية كيف تكون تغذية كبار السن وكيف نهتم فيهم مثل ما نهتم بمواعيد المستشفى مالتهم وأخذ أدويتهم نهتم أيضا بتغذيتهم تتكلمنا عن هذا الموضوع عندنا خصائية التغذية العلاجية بهاية الصحة بتبيع الأستاذة نجلة دروي صباحة شوارد يا نجلة صباح الخير أهلاً فيك أخبارك أهلين الحمد لله أهلاً أسلمكم أخة نجلة بتكلمينا اليوم أنت عن تعطينا رسالة توعوية عن العناية بكبار السن من ناحية التغذية تفضلي طبعاً في البداية حبيت أصبح يعني على المستمعين وحبينا يعني نركز وايد على اللي هم كبار السن يعني بفراحة يحتاجونهم اهتمام كونهم أنه في تغيرات فسيولوجية يعني في الجسم يتمر عليهم كون أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة مثل القالب والشرايين وارتفاع ضغط الدم فالمهم جداً أنهم يركزون على الأكل الصحي بحيث أن حتى نحن نوفر لهم بيئة أن ما يشعرونهم بالوحدة لأن في بعضهم يحسون أنهم مثلاً بروحهم هنا يعانون من قلة الأكل في يوم يكونون مثلاً مع الأصدقاء مع الأهل في بيئة يعني يكون فيها مجموعة من الناس يقدرونهم حتى يأكلون يعني أكلهم ويتم التركيز عليهم بهالناحية بحيث أن نظامهم يعني لازم يحتوي على جميع العناصر الغذائية المهمة نركز على القوتين نركز على الحليب نقلل النشويات بشكل عام نقلل الأملاح يعني الملح نكثر السوايل حقهم طبعاً نحن نحف بحالك يعني صحيح كبير السن يعني الناس دائماً تعطي انتباه أكثر الأطفال يقول لك يحتاج بروتين أكثر شربوه ماي وايد بس لما يكون لكبير السن شو العناصر الغذائية اللي لازم يعني أنتم متعودين دائماً ناس تسهى عنها في تغذية كبار السن ولازم تكون موجودة ضمن حاجاتها اليومية كل يوم في الأكل من ضمن الاحتياجات واللي دائماً نحن نوصي عليه غذائياً يعني أن تكون العناصر يعني الأخذية محتوية على مصادر فيها الكالسيوم نعم يعني هذا اللي يحتاجون مثل الحليب يعني نحاول دائماً ما يمر عليهم يومهم كامل إلا يأخذون يعني مثلاً الحليب ومنتجاته في بعضهم ما يتحمل الحليب يحسب حموضة مثلاً أو يعانون اللي يشتون بل أعراض أن نستعيب عنهم يعني نعطيهم مثلاً زبادي اللبن نكون حتى الزبادي فيه بعد يعني بكثير ينافعة صحيح تعدهم على الهضم نراحي بعد يعني المشاكل اللي ممكن تكون عندهم مثل مشكلة بالمضغ يعني عما ممكن ما يمضغط طعام عدل فلازم يكون حتى يعني الأكل وطريقة الطاهية تكون حتى يعني مطوعة بشكل جيد يعني صحيح يعني من الشرط يكون مهروس أو حتى أننا مضروب بالخلاص بس علاقنا أن يكون حتى يعني مطبوخ يعني مثل ما نقول والكز يعني الطريقة أنه يقدر حتى أنه يمضاخذين وتكون يعني زين المعدة صحيح في نفس الوقت يعني ما ننسى بعد سواء يعني كان مثلاً كل وجبة غذائية من فطور من غدا من عشان يشتوي على مصدر بروتين من المصادر اللي نقول إحنا اللحوم البيضة أو حتى اللحوم الحمراء اللي خالي من الدهون يعني مثلاً نكون عنده سمات نحط لهم سمات نحط لهم دي آي نحط لهم البروتينات حتى على الغدا مثلاً اللحم مرة بالأسبوع فممكن يعني هالعناصرهم يعني اللغذية هاي يستبدون منها من حيث أنهم يحتاجون بروتين حتى وجبة العشة ما نهمل حتى أنهم شاء نضيف البروتين عن طريق الشوربة يعني يكون مثلاً بعد ما ننسى دور الألياف الغذائية يحتاجون يعني الألياف الغذائية الموجودة بالخضار بالفواكه يعني لازم تكون احتياجاتهم طول اليوم يعني مغطين حوالي خلف حفظ تقريباً يومياً بين الخضار والفواكه فبالطريق اليوم يحبونهم مع مراعاة لحالاتهم الصحيين نعطيهم بصم قلل الحلويات يعني حقهم نقلل نسب الدهون يعني نجنبهم عن المقالي بشكل عام ما نعطيهم أطعم يعني وايد مقلية وشي يعني هاي تتعبهم حتى أن تكون يعني فيه سفايس يعني حارة حارة عليهم وزين أنهم يركزون حتى على الأطعمة اللي فيها أوميجا 3 اللي هي نقول الدهون الجيدة اللي عادتها ما تواجد في الأسماك يعني نعم فهذه جداً مهم حقهم طبعاً هم ينسون دور الرياضة بحكم يعني أنهم مثلاً يتعبون أثناء الحركة يعني حركاتهم بسيطة ما نشعرهم أنهم متعبانين أو حتى أننا دائماً لا لازم تكونون على الولتشير أو لازم ما تمشون لا أنشجعهم على الحركة تحتاجون أنهم يمارسون حتى الرياضة لو بشكل خفيف يعني مارسة حتى أعمالهم وهواياتهم حتى اللي يحبونها كبار السن يعني ما نحرمهم من هالأشياء ممتاز أستاذة نجلة أكثر عرض ممكن يشك منك كبار السن دائماً لميون العيادة هو الأمساك يقولت في الدكتورة أنا عندي أمساك صالي سنتين دائماً تعبان وشي فشو كيف ممكن نعالج الأمساك أنا دائماً أقولهم الأمساك نفضل دائماً علاجه بالناحية التغذوية قبل ما نبدأ بأدوية يعني تأثر على العمل الأمعاء أو غيرها فشو ممكن يعني نغير في النظام الغذائي لي كبير السن عشان ممكن ما يتفادل الأمساك أمي بالمئة بس على الأقل يخف عنه يتخف الأعراض لأنه عادة ما تكثر هالمشاكل مع كبار السن قد يعود أنه لقلة الأكل كذلك يعني هم يأكلون حتى الأكل اللي يوفي بإحتياجاتهم أو يوفي حتى بالعناس الغذائي اللي هم يحتاجونها تقل الألياف يعني مثلاً ما ندرون أن ينبغونهم الأشياء اللي هي الصلبة الخضروات الصلبة مثل يزر الخيار هالأشياء فهل يبتعدون يتجنبون تناول الخضروات فهالأشياء ممكن أن نحن نحاول نضيف الأكلهم أن نحن نركز حتى أن نعطيهم اللطعم المسلوقة يعني مثلاً اليزر المسلوق الكوسة البروكلي بحيث أن يعني يعني يأخذون حكياجاتها من الألياف يعني ما يمانع حتى لو زدنا يعني مثلاً زيت زيتون شوي نعطيهم شوي مرات عصر برتقال يأخذون مثلاً مع تناول الوجبات خاصة مع الخضار عشان حتى يأخذون قيمة يعني فائدة من الغذائية بعد ممكن أنهم ما يشربون ماء بكميات كافية بعد هذا من ضمن الأسباب اللي ممكن يعانون منها فقلة الأكل قد يكون من الأسباب مشاكل بالمعدة قد ما يعني ما يركز عليها حتى اللي حوالي يعني فهي بعد ممكن تكون قلة الألياف اللي هم يأخذونها يعني ما يأخذون ألياف كميات كافية فهذا تعديل وايد مهم والألياف موجودة بالخضروات والفواكه ممكن حتى بالشوفان ممكن حتى بتناولهم الخبز الأثمر الأطعمة اللي هي الحبوب الكاملة لأنها قد تسوي حتى احتياجاتها من الألياف في شكل عام جميل أستاذة نجلة وايد نسمع من الأهل اللي يكون عندهم كبير سن في البيت إن كل ما يكبر كل ما يستوي أكله أصعب كل ما يستوي مثل ما نقول حنا قاد في الأكل وايد فكيف أخصاء التغذية ممكن أنه يشتغل مع العائلة عشان يصلون يعني أفضل طريقة عشان نخلي كبير السن يأكل أكيد نحن تشجيعهم على الأكل البيئة اللي دائما تشجعهم أذكرهم بالأكل نخليهم في تواجد يعني اللي هم للعائلة موجودة يعني مثلا حتى أثناء يتكلمون هم مثلا يأكلون ما يحسون بوحدة عساساً بعد الشعور بالوحدة يعني هذا شيء خليهم يقللون كميات الأكل طبعاً كبار السن يحبون الاهتمام يحبون اللي يستلعنهم نعم يحبون اللي يسولف معاهم فهذا يعني أبسط شيء ممكن الأشخاص والعائلة أو حتى الأفراد يقدمون حتى الكبار السن يعني ويحاولون الطريقة غير مباشرة مثلاً تفضل أوكله لا زين هاشي زين حكم يعني نكلمها نحاول أن نحن نحط الأكل جدام في هذه الطريقة هم يشجعون إلا إذا كانت الحالة صعبة والأكل يعني جداً ما يعني ما يونصوبة في هذه الحالة ممكن ندخل نحن بعض المكملات الغدائية نعطيهم إياها مثلاً كسواء العفائر مثلاً مثلاً نقول فيها خضار فيها فاكهة أو حتى مكملات حليب يعني تكون مدعمة فيها كافة احتياجاتهم الغدائية بس ما نخليهم يعني يعتمدون عليها بشكل رئيسي يعني مثلاً معها الأشياء ممكن يعني نعطيهم الوجبات على فترات متقطعة يعني ما بس أن يعتمدون ثلاث واجبات خلاصهم كلوا يمكن يكون هو بطيف الأكل ممكن يكون ما يكمل يعني ما أخذ احتياجه ممكن فيها الحالة أن نحن نذكرهم بالوجبات الخفيفة اللي بين الوجبات الرئيسية لازم يأخذونها ممتاز ذكرتي أستاذة نجلة بعد أهمية الرياضة أنه مو بس التغذي الكبار سيرياضة نعم يعني لو ما كان بسيطة يمشون فيها حتلوا بخمس دقائق عشر دقائق نحن ما نجي يعني ما نقولهم لازم تروحون تمارسون مثلاً الرياضة بثلاثين دقيقة في اليوم يصعد عليهم كألام بالجسم ألام بالركبة يحسون بألام بالكسب نشجعهم نحن على هالشي لنمشيهم حتلوا لمسافات بسيطة ونخليهم يمارسون هواياتهم يعني الأشياء الحرافية اللي هم تعودوا عليها الأشياء اللي هم مثلاً يستمتعون في الممارسة بالعكس هيتحفز عندهم العضلات خليهم حتى يمارسون الشي يعني نحن يعني الغرض منهم يأخذونه بوقتين كافي العضلات عندهم تكون جيدة نقلل عندهم نسبة الشحوم يعني هالأشياء بالعكس جيدة حقهم ممتاز نحن نتكلم حين عن كبار السن شو لو رحنا شوية على ورا يعني قبل ما الشخص يوصل أن يكون كبير في السن أو مثلاً مقعد أو غيرها كيف ممكن شوية نصايح أن التغذية السليمة أهميتها عشان نوصل لشيخوخة سليمة أكيد إذا الشخص يعني في مارسة بحياته مثلاً نشاط بدني يومياً حافظ على لياق يعني بشكل عام حافظ على أكله الصحي بتعد عن الأكلات المصنعة اللي هم المصنعة الأشياء اللي تكون حتى الوجبات السريعة للناس لها في الوقت الحالي نعم فكل ما يكون الأكل صحي كل ما يكون مثلاً الأكل الفقش وحسب احتياجات الشخص يعني بقدر حتى أنه يعني يقي نفسه من الأمراض المزمنة أولاً وحتى يعني يصل إلى شيخوخة سليمة صحيح يعني ما بيعاني من من أعراض يعني صداء ارتفاع في ضغط الدم مشاكل خبوط سكر ارتفاع السكر لأنه خلاص يكون حافظ يعني في فترة حياته أو حتى مثل ما ذكرت بكتورة قبل فترة شيخوخة أنه خلاص يحافظ على أكله السليم غذاعة السليم طول اليوم طبعاً ما يمانع أنه يعني يسير فوصات دورية بحيث أن يشيك على السكر على ضغط يعني أنا عارف كثير مجموعة من الناس ما تحب المستشفى يعني بالمرة ما تيصب المستشفى أو ما تتاوي أي صح صحيح فهذا شيء أثر عليهم يعني طالما أنا حسوا بالأعراض حسوا بحتي لأعراض بسيطة يعني صدنا أنا متلون فوصات بشكل دوري أبسط هذا الضغط بالسكر أستاذ نجل فيه سؤال على السريع لأنستجرام يقولون شو أوقات الوجبات المناسبة الكبار السن هل هي نفس الوجبات العادية للشخص العادي أو إلا لازم نعدل في أوقات الوجبات هي طبعا دكترا معظم يعني كبار السن طبعا تلقيهم ما شاء الله من وقتهم وعين يعني من بعد فرات الفير يتمون خلاص يعني يفضل أن نحن نبكر يعني بالفطور ما بين الساعة الساعة السبع للساعة الثمان يعني هالا وقات المناسبة طبعا كلنا على حسب يعني أنهم ينامون أي شيء ينامون من وقت و ساعات نوم تكون كافية بعد صحيح يعني هاي لازم نراحي ساعات النوم الكافية حتى ما يحسون برها خلال فترة النهار ما يمانع حتى يأخذ القيلول حتى فترة الظهر بس أنه يعني كوقت محدد أن نتعلم لا نتقن ساعة سبع نتقن ساعة ثمان كل ما يقدمه ولفطور كل ما كان حسن حسن الغداء بعد يكون يعني بوقت يعني ما يتعدم مثلا ساعة ثمتين ثلاث أو حتى ثلاث في بعض المثلين يخرون غدام للساعة ثلاث أربع العصر هاته يأثر على معددهم صحيح لأنه يعني يحسون بسجل على المعدة فبالتالي بيتأخر عشاهم بالليل فإذا تأخر عشاهم بالليل معناته خلاص حسوا بسجل حتى ما بيرتحون بنومهم صحيح يعني بصير عندهم يعني مشاكل أخرى صح أنا بس أذكر الموضوع أنه اليوم نتكلم عن رسالة توعية عن العناية بيكبار السن أستاذ ناجل فيه سؤال يقول أيهم يسبب الحموضة الحليب أو اللبن عادة في ناس تكون عندها مشاكل في المعدة أو ارتفاع حموضة الحليب ما يأثر لو شربه آدي لكن نحن هالشي ما نقدر نعرف له لما الشخص يجرب الشي صحيح إذا هو تجرب الحليب وحس أن الحليب يتعبه خلاص نحن نتفاعد الحليب صح نقوله ممكن تأخذ اللبن يعني قد يكون أن الحليب من ضمن الأسباب اللي ترفع عند الحموضة في المعدة صحيح بس في ناس ما تأثر ما تترون بالحليب نقوله معادي يستمروا على الحليب ممتاز في رسالة أخيرة حابت وجهنا أستاذة نجلة طبعا رسالة الأخيرة الكبار السن يعني دائما لازم نحطهم يعني جدام عيننا ولازم نحن يعني من أولوياتنا ما ننشغل بمشاغل الحياة وننساهم يعني أكيد في كل بيت فيه كبار السن فالاهتمام بهم يعني هذا أبسط الأشياء اللي نحن ممكن نقدم إليهم يسوينا يعني طول حياتنا سواء كانت اليد يعني منه ما كان من أكبر السن أي كبير السن في البيت يحتاج إلى اهتمام ورعاية ما بس أننا نأخذها ونحن نبلا أدويتها لأن عندها لا لازم الراعي تغذية السليمة الراعي يعني طبيعة الشخص هذا كيف طريق الاتمام ما نحن ممكن نوصلها له فالأشياء كده جدا مهمة حاليا صحيح أنا شاكل لك أستاذة نجلة درويش أخصائية تغذية العلاجية باعت الصحابة بي شاكلت وجودت معانا عن طريق الهاتف اليوم وإن شاء الله مرة ليلة نشوفت معانا في الاستوديو ونتكلم أكثر عن المواضيع التغذوية الجميلة يسعدني والله دكتورة ندى بالعكسة نشاهدكم اضافتي اليوم عن طريق الهاتف وإن شاء الله يعني الله يقدرنا ونحن يعني يعني وست أكبر شريح في المجتمع العطيمة وعية ونحن يعني حاضرين دائما إن شاء الله شكرا لتشين نجلة شكرا نهارك سعيد شكرا احنا رح نطلع نحن فاصل إن شاء الله بعد الفاصل بنتكلم عن أحدث العلاجات والتقنيات المتوفرة بعيادة التوازن بمستشفى دبي فقوروا ونذهبوا بعيدا صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة ذكركم برقام التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستجرام مثل ما قلت لكم نتكلم اليوم عن عيادة التوازن وعيادة الأنف والأذن والحنية وهو أحد الأقسام الطبية المتخصصة بمستشفى دبي وهذا القسم يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية متميزة وفقا لأرقى المعايير العالمية المطبقة في المجال الطبي ومن خلال نخبة من الكوادر الطبية المؤهلة والقادرة على التعامل مع مختلف الحالات المرضية بنتكلم عنها القسم بشكل عام وعيادة التوازن بشكل خاص يصرم يكون معانا في الأستوديو الدكتور محمد فوزي مصطفى استشاري أمراض الأذن والسم والتوازن صباحك ورد دكتور صباحك دكتور حياك الله معانا في الستوديو أهلاً واسمعك أوشي من تكلم بشكل عام عن الخدمات اللي قدمها قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى دبي بسم الله الرحمن الرحيم أولاً أحب أشكر حضرتك على الدعوة الكريمة قسم أنف وأذن والحنجرة في مستشفى دبي يتميز دايماً أنه فيه تطوير مستمر يعني إحنا ما بنقفشي على درجة معينة دايماً أحدث ما تقدم إليه العلم من تقنيات فيه سواء تشخيص أو علاج كل مشاكل الأنف والأذن والحنجرة الحمد لله بندخلوا عندنا في القسم يتميز القسم عندنا أنه نحنا مقسمين إلى مجموعات كل مجموعة متخصصة بشيء معين يعني مثلاً فيه عندنا التيم كامل أو فريق طبي مسؤول عن موضوع زراعة القوقعة فيه عندنا فريق كامل مسؤول عن موضوع كل ما يخص أمراض الأذن والسماء والتوازن فيه عندنا تيم مسؤول عن كل ما يخص أمراض الصوت والبلع والكلام فيه عندنا تيم مخصوص بمشاكل الأنف وتجميل الأنف وكل ما يخص الجيوب الأنفية فإحنا مقسمين إلى مجموعة والتقسيم ده أو التخصص الدقيق داخل مجال الأذن الأنفل وحنقرة ده طبعا بينعكس على المرضى بخدمة عالية القودة صحيح كل ما طبعا زاد التخصص كل ما كان طبي متخصص أكثر في الحالة كل ما كان أفية طبعا المرضى أكيد طبعا الآن نروح لعيادة التوازن ممكن واجه من الناس ما سمعوا عنها من قبل ما يحفون شوها العيادة فخبرنا شوها العيادة شو الخدمات التي تقدمها ومن المرضى المعنيين بهالعيادة تمام إحنا عندنا الأذن بتنقسم إلى ثلاثة أجزاء الأذن الخارجية والوسطى والداخلية في الأذن الداخلية ربنا خلق فيه جهازين موجودين في الأذن الداخلية جهاز خاص بالسمع اللي هي القوكلية أو القوقعة وجهاز خاص بالتوازن يعني جهاز التوازن المسؤول عن حفظ التوازن متع الجسم كله ربنا خلقه داخل الأذن ده علاقة الأذن بالتوازن يعني حين يقول مرضى كتير جدا يقول له دكتور أنت تخصصك أمراض أذن وسمع وتوازن إيش اللي جاء بالتوازن للسمع يعني ده شيء وده شيء صحيح فاللي قابهم مع بعض يعني ربنا خلقهم الاثنين مع بعض في مكان واحد فاللي بيعوم على واحد بيأثر على التاني يعني هما الاثنين بيشيروا أو بيشتركوا فيه نفس العصب نفس التغذية الدم نفس كل شيء فعشان كده أي مريض عنده دوخة أي دوخة يعني أي دوخة عشان بنقسمها لجزئين فيه دوخة صادرة من الأذن وفيه دوخة صادرة من مشاكل عامة في الجسم الأذن مسؤولة عن 60% من أسباب الدوخة يعني الغالبية العظمة من المرضى اللي بيشتكوا من دوخة يعني 60% منهم بيبقى السبب ناتج من خلل في الأذن الداخلية أو في جهاز التوازن الموجود في الأذن الداخلية و40% بيكون أسباب عامة أخرى أسباب عامة أخرى مثل إيه على سبيل المثال لو المريض مثلا عنده صداع نصفي أو شقيقة دايما بيشتكوا من دوخة من حل آخر لو عنده مشاكل في الرقبة خشونة فقرات الرقبة بيشتكوا من دوخة لو عنده مشاكل في الغدى الضرقية بيشتكوا من دوخة مشاكل في القلب أو الدورة الدموية أو فيه مثلا قلة تروية يعني الدم اللي بيطالع من القلب رايح المخ بيقلل لأي سبب من الأسباب نتيجة مثلا تصالف شريين الرقبة أو كوليسترول عالي أو أنيميا في الدم كل هذه الأسباب بتؤدي إلى عدم توازن الدوخة عشان كده المريض لما بيزورنا احنا عندنا العيادة في مستشفى دبي عيادة التوازن عيادة متخصصة جدا في موضوع التوازن والدوخة فما بيقلنا المريض بيمشي معنا أو بنعمله ثلاث حاجات أول حاجة بناخد تاريخ مرضي مفصل منه وبعد كده بنعمله فحص سريري كامل للتوازن وبعد كده بنعمله فحصات أجهزة عندنا أحدث الأجهزة في مجال فحص التوازن والدوخة هذا هو السؤال التالي شو الأجهزة والتقنيات لموجودة عندكم الأجهزة قائمة على أن جهاز التوازن الموجود في الأذن الداخلية جهاز معقد جدا والوصول إليه صعب فعشان كده الحديث في العلم أنهم بيختروا أجهزة الجهاز بيقيس قوة أو كفاءة كل جزء من جهاز التوازن من قوة يعني عندنا مثلا حاجة في جهاز التوازن حاجة اسمها القانوات الهلالية فيه تلت قانوات يمين وثلت قانوات يسار أي إصابة في القانوات الهلالية ممكن تنعكس على الإنسان على عهي الدخل فالأجهزة الموجودة بتقيس كفاءة كل جزء الوحد في جهاز التوازن وعلى هذا الأساس بنقدر نحدد مكان الخلل بالضبط في الأذن الداخلية بيتم التشخيص المضبوط والعلاج المضبوط من أشهر الأسباب اللي بتيجا عندنا في الدخل ده برضو عشان السادة المستمعين شيء اسمه الدوار الحركي الدوار الديهليز الحركي ده منتشر في المجتمع انتشار رهيب مش عندنا بس داخل الدول على مستوى العالم كله على مستوى العالم كله أشهر سبب من أسباب الدوخة هو الدوار الحركي المريض بيصف ويقول أن أنا مثلاً لما بحرك رأسي في اتجاهك معينة يعني مثلاً أروح أنام في السرير بتاعي أو أغير وضعي في السرير من جانب إلى جانب أو أقوم من السرير أو أحاول مثلاً أحرك رأسي أجيب حاجة من الأرض أو أجيب حاجة من مكان مرتفع أو بس مجرد الفتراسي يمين أو يسار ألاقي الدولة كلها بتلف بي وأحس أن أنا هفق التوازني وأن أنا يعني هقع الأرض وبقى جاي معها دايماً غثيان ومن اللي لقي فده اسمه دوار حركي الدوار الحركي ده بيتم تشخيصه وعلاجه العلاج بتاعه ما بيكونش علاج دوائي العلاج الدوائي غير مجدي تماماً يعني عندينا مثلاً فيه دواء في السيداليات مشهور جداً كل المرضى بيستخدمه كده زي البندول للصداع نعم اسمه البيتا سيرك نعم فكل أي مريض عنده دوخة حتى لو راح الصيدلية يصرف يقول له تب خد بيتا سيرك لغاية ما تروح لطبيق متخصص بالضب الدواء ده عادة ما بيعملش أي نتيجة يعني خصوصاً في الدوار الحركي مهما المريض ياخد منه بأي كميات ما بيأسرش خارس ودائماً التأخير في الدوار الحركي ده في التشخيص والعلاج بيؤدي إلى حاجات يعني بتكون أصعب في المستقبل إنها تتعلي فعشان كده نصحتي لأستاذ المستمعين هو أي واحد عنده شكل من أشكال الدوخة بالموصفات دي لازم يتواصل مع الطبيب المختص بحيث إنه يكون فيه تدخل يعني سريع وتدخل يمنعه من حدوث مشاكل في المستقبل الأخرى إنزين دكتور هل كل دوخة تستوجب إن الشخص يروح للطبيب الأنفوذون الحنجرة ولا لا فيه دوخة تعتبر شيء عرضي وعادي ممكن يروح روحها ولا لا شو الحالات لازم يروح للطبيب فيه علامات معينة نعم العلامات اللي هي بتشير إصابة الأذن الداخلية أو إن الدوخة صادرة من خلف الأذن الداخلية بتكون بالموصفات الآتية نعم رقم واحد الدوخة لما تيجي يكون إحساس دوراني لأن الدوخة بتيجي بأشكال مختلفة نعم أحيان المريض يصف ويقول أنا بحس إن أنا مهزوز على الأرض مش موزون وحاس إن أنا هقع على الأرض مش ماسك نفسي على الأرض كويس ده شكل من الأشكال نعم الشكل الثاني المريض يقول أنا بحس إن كل حاجة بتلف حوالي نعم أو أنا اللي بلف من جوة يعني نظام دوراني اللي هو بسمول spinning sensation أو true vertigo نعم الشكل الثالث المريض يقول أنا حاس إن أنا راسي خاوية من الداخل اللي هو بسمول light headedness غير قادر على التفكير واتخاذ القرار ده بيعتبرون شكل من أشكال عدم التوازن والدخل نعم الشكل الرابع والأخير المريض بيقول إن أنا هيغم علي يعني هافقد الوعي بس ما بيغمش علي يعني لم يفقد الوعي يعني بيكون لسا يعني أو أو واعي بالوضع اللي حوالي نعم فدي أشكال من عدم التوازن الشكل اللي مرتبط بخلل في الأذن الداخلية اللي هو الشكل التاني اللي أنا قلت عليه اللي هو إحساس بالدوران نعم يعني أشهر حاجة في الجسم أشهر خلل في الجسم يعمل الدوخة على هيئة دوران فعلي يعني مثلا المريض يجيديك وصف أو حتى كلمك في التليفون يقول الدكتور أنا كل الغرفة مثلا أو السقف بتاع الغرفة ولا نايم في السرير أحس إن السرير بتقلب بي يمين ويسار كده بالمنظر له ودايما بيبقى مصحوبة بغثيان قوي جدا لدرجة المريض يرجع نعم يعني ممكن يرجع أثناء يحصل قيء مع الدوخة دي نعم وفي بعض الأحيان زيادة تأكيد إن الخلل بيكون جاي من الأذن الداخلية في بعض الأمراض بيحصل تغير في الأذن مع الدوخة يعني المريض في نفس الوقت مع الدوخة يكون فيه دوران ويكون فيه غثيان ومن اللي لقي بالإضافة إلى تغيرات في الأذن زي مثلا المريض يقول أنا حس بيطانين بيحصل لداخل الأذن مع الدوخة أو إحساس بالكتمة أو الأفلة داخل الأذن أو سمع بينزل شوية دي كلها أعراض لو المريض الدهنة في الهيستوري أو في التاريخ المرضي بنعرف أن الدوخة صادرة من خلال في الأذن الداخلية ونبدأ نعمل الفحصات اللازمة عشان نقدر نوصل للخلال جميل دكتور بما نتكلم عن السمع والتوازن وغيرها في كثير من الأمهات لما يكون عندهم طفل ما يسمع الأم دائما تقول أنا كيف أعرف من البداية أن الطفل ما يسمع أمتها يعتبر جرس انذار لازم أودي الطفل عند طبيب الأنف وذن حنجرة عشان يفحص على أذنة احنا حاليا دكتورة على مستوى الدولة كلها دخلنا اللي هو حاجة اسمها نيونيتل هيرينج سكرينينج بالضبط أنه بتعامل بشكل روتيني أي طفل مولود داخل الدولة في أي مستشفى نعم مشفياتي يعني تابع وزارة الصحة أو تابع دبي صحية أو أي مستشفى بتعمله فحص روتيني مبدأ على السمع اللي هو بسمه سكرينينج هيرينج تاست نعم الفحص ده بيساعد جدا في معرفة إذا كان الطفل ده عنده مشكلة في الأذن والسمع أو لا لو الطفل نجح في الاختبار المبدئي بعد الولادة الاختبار المبدئي بتاع السمع نجح في الاختبار المبدئي في الأذنين Green وما كانش عنده تاريخ مرضي في الأسرة عنده مثلا حد من إخواته وعنده ضعف السمع أو تاريخ مرضي مثلا ما بسمه الهاي رسك نعم إذا ما كانش من ضمن الهاي رسك ده على طول إنه هو أوكي يعني إنه هو بيسمع كويس ما فيش مشاكل خالص بعد كده هو بينمو مثلا بيكبر كطفل عادي مثلا على العمر سنتين تلاتة اربعة لو الأم لحظت إن الطفل اللي ما بيتنادي عليه مرة ينتبه مرة ما بيتنتبه شيء أو حصل تأخر في الكلام بتاعه يعني تطور طبيعي للكلام من الطفل على عمر سنة بيبدأ قول جملة من كلمة واحدة من سنة ونص إلى سنتين قول جملة من كلمتين من سنتين ونص إلى ثلاثة يبدأ قول جملة من ثلاث كلمات في مزيادة فلو حصل تأخر في تطور الكلام ده أول شيء بيجي في رأسنا إن إحنا نشيل احتمالية يكون حصل ضعف السمع لأن في بعض الأطفال بيتولد طبيعي يعني منعملهم الفحص المبدأي بعد الولادة بيكون طبيعي وبعد كده بيبدأ موضوع ضعف السمع ده يظهر مؤخرا يعني في عمر يكون مثلا تلاتة اربعة خمس ست سنوات فالأم لو لاحظت إن الطفل مثلا بيحب مثلا وبتفرق مثلا على التلفزيون تفرق مثلا على رسوم متحركة أو شيء يحب يعني يرفع صوت التلفزيون أو هي بتنادي عليه مرة يرد ومرة ما يردش اللي بيسموه أو حصل إن كلامه تأخر أو فيه تلعثم في الكلام كلامه الحروف مش طبيعية في حروف مستبدلة أو في أي مشاكل ساعتها على طول لازم تزور طبيب لازم تفحص السمع صحيح آآ دكتور شو العلاقة بين الإصابة تكرار الإصابة بالزكام أو التهابات الإذن وخطر إنه ممكن الطفل هذا يفقد السمع هل هو فعلا أحد الأسباب المنتشر لفقدان السمع عند الأطفال؟ هو مش فقدان إحنا ممكن نقول تعبير آخر اللي هو ضعف السمع لإني فقدان دي معنان الفقدان كبير لا دايما التهابات التهابات الأذن دايما أشهر له من أنواع التهابات اللي بتحصل عند الأطفال اللي بسموه التهابات الأذن الوسطى مع ارتشاح ماء وراء الطبلة بالإنجليزي بسموه نعم دا كومون جدا 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 في المجتمع بطريقة لا تدخلية دايما بيبقى من عمر مثلا ثلاث سنوات لعمر سبع سنوات نعم الطفل برضو بتبدأ الأعراض إنه ممكن يشتكي من ألم في الأذن بالزاد في الليل وقت النوم وما يروح ينام نعم يعني يبدأ يبكي وكده ويمسك أذنه وإن فيه ألم شديد في الأذن فده بيشير إن فيه التهابات داخل الأذن من الداخل نعم أو إن الطفل لما بينادوا عليه ما بينتبهش على طول بيقول برضو إن فيه مشكلة في السماء نعم فساعتها لما بيروح للطبيب وبيعمل فحص فيه فحص يعني مشهور جدا بتعامل عندنا في عيادات أمراض السماء اللي هو بسموه التنبانومتري أو اختبار ضغط الأذن نعم اختبار ضغط الأذن دا بيدينا فكرة عن حركة الطبلة من الداخل وعن إذا كان فيه وجود سوائل في الأذن الوسطى أو لا أو حتى لو ضغط سلبي وراء الطبلة نعم فدايما أدوار البرد والزكام والحاجات دي كلها بيزداد في الأطفال الصغارين بتؤدي إلى التهابات في الأذن الوسطى وبالتبعية بتأثر على السماء نعم بس هل يطر أنها بتسيب أثر دائم أو لا؟ لا عادة ما بتسيبش أثر دائم لا يعني بعد علاج الطفل من المشكلة ديك من التهابات الأذن الوسطى وارتشاح الماء وراء الطبلة برجع طبيعي بنسبة 100% بدون أي مشاكل خلاص ممتاز الدكتور محمد عندنا سؤال على انستجرام يقول بالنسبة لحالة الدواران والدوخة من المينيرز ديزيز ما أقصى حد من الوقت أن تضل الدوخة والدواران الحالة مستمر لديه منذ شهرين ونصف فأو شي نشرح شو المينيرز ديزيز لناس اللي ما تعرفها وبعدين نجاوب على سؤال الأخ كم تتم حالة الدوخة والدواران المصاحبة للمينيرز ديزيز المينيرز ديزيز يعتبر ثالث أشهر سبب بسبب دوخة وعدم توازن نعم أول سببين الذي هو الدوار الحركي نعم إلي أنا أكلم تريد في الأول added to the last item التانية حاجة الصداع النصفي هو المينيرز المينيرز أشهر من المينيرز ديزيز المينيرز is in the same thing بالزبط كده منتشر في المجتمع جدا أكثر من المينيرز المينيرز عبارة عن خلل في الأذن الداخلية عبارة عن ارتفاع في ضغط السائل في الأذن الداخلية ارتفاع ضغط السائل ده بيضغط على القوقعة يعمل له ثلاث أعراض ويدغط على جهاز التوازن يعمل عرض واحد يبقى المجموع أربع عرض إيه الأربع عرض لما يضغط على القوقعة يعمل لي أولا طنين في الأذن أو بداية المشكلة خالص المريض دايما يشتك بداية أول شك والمريض بتعمل نيرس يحس بكتمة أو ضغطة يحس أنه ودنه من جوه مضغوطة أو مكتومة أو مقفولة من جوه ده أول عرض تاني عرض بداية ظهور طنين تالت عرض يبدأ السمع يتأثر يعني السمع يبدأ ينخفض هذه كده موضوع الدخة يعني أربع أعرض اللي هو ضعف السمع والطنين وإحساس الكتمة أو الضغطة مع الدخة مع الدوران الشديد نعم نوبة الدخة بقى اللي هو سؤال المستمع الكريم نعم نوبة الدخة بتتميز بالقاتي بتبقى إحساس دوران شديد جدا يعني لدرجة إن الشخص ما يقدرش حتى يقف على رجليه لازم يكون جالس يعني لو جاتله في أي مكان لو مثلا سيارة أو في مكان عمل أو حاجة لازم على طول يشوف مكان سيف يقعد فيه نعم ويحاول إنه هو يكون قاعد يعني ماسك رأسه يعني ساند رأسه في مكان معين ما يكونش فيه كده عشان ممكن يطيح من على الكرسي أو شيء يتعور يعمل صبورت النفس الكويس وله هو في مكان مثلا زي البيت أو شيء لازم أفضله إنه ينام على السرير نعم النوبة بيبقى فيه دوران شديد جدا مصحوب بإحساس بالكتمة أو الضغطة في الأذن شديد دايما بتبقى أحد الأذنين لليمين اليسار ومعها طانين شديد جدا بحس بصوت وشة شديدة جدا في الأذن مع الدوران دا مع النوبة ديت وبيحس إنه سامعه نازل أثناء النوبة ببقى زيادة شوية عن الطبيعي نعم تمام الدوخة عادة بتاعت المينيرز بتستغرق من دقائق إلى ساعات عادة ما بيزيتش عن 24 ساعة عادة ما بيزيتش يمكن كافي 24 ساعة بعدها روح عذاب للمريم لا ما بيزيتش لأنه من ضمن الحاجات اللي بنفرق بيها المينيرز مايجرين أحيانا بيعمل نفس النوبة مشابهة نعم فممكن المايجرين النوبة تقعد أكتر من 24 ساعة ممكن تقعد يومين مثلا نعم إنما دائما المينيرز عادة معظم الحالات بيبقى تقريبا من 15-20 دقيقة دوخة متواصلة نعم بس بعد 20 دقيقة المريض بمحسش براحة بيفضل تعبان برضو بس الدوخة الفعلية الفعلية للمريض اللي هو يفضل الدنيا تدور بي كده بعادة من 15-20 دقيقة إنما في بعض الناس بيتطول أكتر بعدما النوبة تخلص ممكن يبقى كويس يوم اتنين تلاتة وبعدين النوبة تحصل مرة تانية يعني تبقى متكررة فحالة تكرار النوبات بالشكل اللي هو ده لازم طبعا فيه تدخل سريع تدخل طبعا في المينيرز بيكون فيه أدوية معينة لخفض ضغط السائل في الأذن الداخلية الأدوية دي بتجتمل عادة على نوع من أنواع مدرات البول لازم بياخده على أساس أنه يخفي الضغط السائل من جوه وفيه أحيانا بيدي كورتزون والاكتشاف من ييرز له اختبارات معينة دقيقة جدا لازم تتعامل يعني ينفعش أن نحن نشخص من ييرز بس بمقرد التاريخ المرض اللي بيوصفه أكيد لازم تجيب حوصات معينة عشان نتأكد أنه من ييرز والله الحديث معاك دكتور محمد يعني ما ينمل منه فيه كلمة أخيرة حابة توجهها للمستمعين قبل ما نختم هاللقاء معاك النصيحة اللي أقول للسادة المستمعين التشخيص المبكر ثم التشخيص المبكر بالذات في مشاكل الأذن والسمع والتوازن لأن التشخيص المبكر بيفرق كتير جدا في المقرى بتاع العلاق بتاع المرض اللي موجودة عند المريض يعني عند مثلا فيه مريض أو طفل عنده ضعف السمع وتم تشخيصه مبكرا أموره بتبقى طيبة جدا يعني مش عايزة أقول مثلا ممكن يرجع زي الطفل الطبيعي سواء باستخدام السماعات الطبية أو زراعات القوقعة المريض اللي عنده دوخة عنده دوار حركة عنده كريستالات متحركة داخل الأذن أول ما بتحصل له النوبة على طول ويراجع الطبيب التدخل بيكون مبكر ممكن الشفاء بيتم في دقائق يعني أنا ممكن المريض اللي عنده دوار حركة ده لما بعمله اللي هو المنورة اللي أنا برجع فيها الكريستال اللي مكنها ما باستقرقش يعني تحت إيدي بالضبط دقيقتين نعم وبتحول حياته بعد ما كان مثلا بقاله أسابية تعبان جدا خلال دقيقتين برجع لطبيعته 100% ممتاز ممتاز أنا شكرا لك الدكتور محمد فوزي مصطفى استشاري أمراض الأذن والسمع والتوازن في مستشفى دبي وجودك معنا وحديث الجميل وإن شاء الله أكيد يعني بنكمل هاللقاء إن شاء الله في حلقات ثانية شكرا جزيلا شكرا لك اسم الدكتور دكتور محمد فوزي مصطفى استشاري أمراض الأذن والسمع والتوازن في مستشفى دبي إحنا وصلنا لاختام برنامجنا اليوم شكرا لك يا ناصر وجودك معي في الأخراج شكراً لجميلة الأخفالي كانت معي في التنسيق وشكراً للمستمعين اللي شاركونا سواء كنتم مستمعين صامتين ما تشاركونا أو شاركتوني عن طريق الانستجرام أو عن طريق الرسائل النصية إن شاء الله باتر نراكم على خير إن شاء الله آخر يوم باتر إن شاء الله في الأسبوع فلنلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي